السلام عليكم شونكم بنات شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة وصلتني رسائل ومكالمات كثيرة من الصديقات والبنات الأصيلات يسألون علي وينتقم شهودة طولت الغيبة علينا شهرين ماكو بالقناة حبايبي أجوبة لأسئلتكم وتفاصيل كثيرة راح أشوفها بهذا الفيديو إن شاء الله راح يأجوبكم يلا تعالوا شوفوه وقبل لا أجاوبكم حبايبي عن استفساركم ليش غبت عن النشر بقناتي طيلة بطرة شهرين حبايبي هذه هذا ثواب لوجه الله تعالى متعودة شهودة تسوي من راتبها بين فترة وأخرى وتأخذها وإياها للمدرسة باعتبارها هي معلمة فجابت لي هذه الكمية من المعجنات وشويتها إليها بالفرين وكان طعمهم كلش طيب لأنني مريضة فقالت لما ما أنا راح أجيب جاهز وانتبست تشويهين وسويت لها حلاوة شعرية لأن هاي ثاني مرة أسويها سابقا سويتها فقالت تمام البنات عجبته من الحلاوة فكررتها مرة ثانية وسويت هذه الكمية وخليت ويها مبشور جوز الهند والمنكسرات وأنا أسويها بطريقة مميزة يكون طعمها كلش طيب إن شاء الله ربي يتقبل منها ومنها صالح الأعمال حبايبي أنا غبت على القناة لأسباب وظروف صحية أو عائلية بنات هذه وجبة غدا كنتم سويتها للعائلة هي مشويات كان عندي كمية من اللحم فسويت برقر وكباب وكبد ذي جاد شويتين بهذا الشكل قدمتها للعائلة حبايبي مكانكم خالي وسهمكم العافية ومثل ما قلت لكم حبايبي الظروف الصحية والعائلية هي إنه المسكينة الوالدة الله يشفيها ويحفظها وقعت وانكسرت إيدها وكان لابد إنه إحنا نهتم برعايتها ونساعدها بهذا الظرف الصحي فهتمنا بيها آني وزوجة أخوية وأختي الثانية فكنا نقسم الأيام الأسبوع ما بينا آني وأختي وزوجة أخوية للاهتمام بيها ورعايتها وإن شاء الله ربي يشفيها شفاء نتمن بنات تدعو لها بالشفاء التام إن شاء الله بنات هذه باقي اللي جاب ليها أبو شهودة ففرزتها وخليتها بالثلاجة تكون جاهزة عندي بأي وقت وبصراحة بنات كل ما أشوف عندي طاقة دائسة وتفريزات وأصورها لكم مقاطع وإن شاء الله رح أنشرها لكم بالقناة قبل شهر رمضان الكريم إن شاء الله وإن شاء الله نكون إحنا ما قصرنا وياها ومثل ما تعرفوني جنة تحت أقدام الأمهات وهذا واجب مفروض علينا رعاية أمهاتنا ربي يحفظ أمهاتكم أمهاتنا إن شاء الله حبابي وهذه صينية زكريا شفتوها بالفيديو اللي سابق شهودة طبعا سوتها ومع الأسف ما سويت زردة لأن كنت كل اشتعبان مثل ما تعود كل سنة أسويها وهذه طبعا التقوصي نسويها بأول أحد من شهر الشعبان وإن شاء الله يقبل علينا رمضان هذه السنة لا فقدين ولا ما فقدين وكل عام وإنتوا بألف خير وهذه كمية من الحلويات والحبشكلات اللي كنا خاليها بصينية زكريا بعد ما وزعت قسم من عدها للجيران خليها تبهذه الحافظات تكون جاهزة قدام البنات شوكت ما يريدون يأخذون من عدها بنات السبب الآخر اللي خلاني أتوقف عن النشر القناتي وأنه أنا كنتم صورة قبل حادث الوالد صورة مقاطع وروتينات كلش حلوة لكن مع الأسف انحذفت من الستوديو فانكسر واسي صراحة بالقناة بس تجيع من البنات رجعت مرة ثانية أنشروا إن شاء الله تعجبكم فيديوهات الجاية بنات تعالوا أختموا إياكم هذا الفيديو بهذه التشكيلة من المشتريات وهذا الجزء الأول من المشتريات لشهر رمضان إن شاء الله انتظروا من عندي فيديو جديد راح تشوفون مشتريات كلش حلوة لسفرة رمضان فتعالوا شوفوا شنو هذه الحاجات اللي اشتريتها وأسعارها لا تنسون لايكات حبايبي وأول هذه المشتريات وهذا القري اللي جابه أبو شهودة طبعا بنات أنصحكم بهذا النوعية نوعية الاستيل مالتها من نوعية ممتازة كان سعر ب13 ألف بنات تعذروني ما قدرت أطلع من الباكت لأن تعرفوني السفيل يحكس الصورة وطبعا إحنا متعودين تغير القري حفاظا على صحتنا وهذا القالب جابته شهودة للكيك أو الجلي لأن اللي كان عندنا تخلصنا من عنده وعلى ما أتذكر كان سعره ب8 ألف وإذا أنت حايرة بالأكياس اللي تجمع عندش بالمطبخ وطبعا هذه المشكلة إحنا كنا تصير عندنا هذا الشيء حير وان نوديه فأنا اشتريت هذا المنظم أخلي به الأكياس وشوفوا بنات هذه هنا تتخلى بها البسامير أو البراغي وبي أيضا لاصق يثبت بالحائط يعني يفتش شيء مرتب وحلو ويخلصش من الهوسة اللي تصير عندش بسبب هذه الأكياس وبما أنه إحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم اللهم يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين فبنات يحبوا يشترون هذه الماكنة لعمل الوافل والكريب والسياح وأعتقد أكثركم يعرفونها وهذه كان سعرها ب13 ألف ويا هذا الصحن ادخلين بالمزيج إن شاء الله راح أسوي بفيديو بطريقة العمل إن شاء الله وشوفوا من عندنا أطيب الوصفات إن شاء الله بالفيديوهات الجاية وآخر مشتريات حبايبي هذي تشكيلة من الصحون وهي جزء من المشتريات اللي راح أجبوها إن شاء الله بالفيديو القادم غيرت بالصحون التقنيم جبت أكثر من لون إن شاء الله راح تعجبون بالفيديو الجاي طبعا هذه الصحون هي لون الأزرق وهي مكملة للطقم التقديم العندي انتوا شايفين فيديوهات كثيرة وسعر الصحن الواحد بألف دينار وهذه القطعة الويام سعرها ب500 دينار شكلها كل شي حلوة عجبني وجبت هذه القطعة اللي خلوها على الطباق الثبت القوري أو الدلة إذا كان حجم صغير يعني كانت عندي هذا المشكلة اشتريت هذا القطعة وحلت لي المشكلة وكان سعرها بألف دينار أحبغي بيعذرون شوية تعبت أتمنى ما تقلت عليكم وأتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسون اللايكات والاشتراك ومع ألف سلامة